الفنانة التونسية ساندي دايماً بتثير الجدل بتصرفاتها الغريبة أخيرها أنها ظهرت وهي لبسة بورنوس أبيض في قضة النوم لكن ساندي وراها قصة كبيرة يطرى ليه بيقولوا عنها أجرأ ممثلة في الوسط الفني وإيه علاقتها بالمخرج خالد يوسف كل ده هتعرفه في الفيديو اللي معانا النهاردة زي ما كلنا عارفين وشفنا ساندي إن قليل ما بتظهر على شاشة التلفزيون لأن أعمالها قليلة جداً ولما سألوها في تصريح خاص لصدى البلد عن سر الرفضاء للأعمال اللي تقدمت ليها قالت رفضت أعمال كتيرة تعرضت علي في الفترة الأخيرة ومنها أكتر من مسلسل تعرض في شهر رمضان عشرين تلاتة وعشرين وأنا الفترة دي برفض أعمال أكتر ويرجع السبب لأن أمست العمل كوي سرديني شخصياً عشان لما أرجع شوفه بعد فترة ما ندمش على اختياري ليه ساندي المعروفة بأدوارها الجريئة عشان كده تعتبر من أجرأ الممثلات في الوسط الفني الغريبة أنها قالت أنها رضي على الأعمال اللي قدمتها عنها ومش بتندم عليها ساندي معروفة بأنها ممثلة شطرة جداً وده بشاهدة المخرجين اللي اشتغلت معاهم ساندي وأولهم خالد يوسف اللي قالت عليه ساندي أكثر المخرجين اللي تعلمت منهم وقضين ليهم بالفضل في مشوار الفني المخرج السينمائي خالد يوسف هو أكثر من علمني واللي نفسي أمثل معاه وللحد دلوقتي بعمل بنصحته وافتكر اللي كان بيقولهولي أول ما تقفي قدام الكاميرا افصلي عن الدنيا تماماً وعن كل اللي وقفين في اللوكيشن وما تركزيش غير في الدور اللي بتقدميه وبس لكن ساندي تعرضت لهجوم كبير من الجمهور لأن بعد عودة خالد يوسف لمصر وانتشار صورة ليها مع المخرج خالد يوسف وهي بتحتفل بعيد ميلاده في مكتبه والكل كتب ليها تعليقات زي أن يطرى ساندي هتشتغل مع خالد يوسف الفترة اللي جاية وإيه اللي يخليها تسنده بعد عودته لمصر لكن ساندي علقت على الجمهور اللي هاجمها وقالت إنها مش بتنزعك من الهجوم عليها ومش بتدي أي اهتمام لكل اللي علق على أسباب الزيارة وطريقة التصوير وقالت إنها قبلت المخرج خالد يوسف عشان يتناقشه في عمل فني جديد هيتم التجهيز فيه حالياً ومش هعلن عن التفاصيل دلوقتي إلا لما نبتدي نصوره وقالت أنا تشرفت بالعمل معاه قبل كده وسعيدة جداً إنها قرر التجربة مع المخرج الكبير خالد يوسف والجديد اللي محدش يعرفه عن ساندي إن اسمها الحقيقي عفاف الوحيشي وكانت بطلة في كرة اليد في تونس بس غيرت اتجاهتها لما قبلت المخرج خالد يوسف واكتشف موهبتها في التمثيل وعرف إن يجي منها في الأدوار الجريئة وكانت انطلاقها في الأدوار الجريئة هو فيلم خيانة مشروعة اللي هو من إخراج خالد يوسف واستمرت ساندي في تقديم المشاهد الجريئة وبس أما بقى حياتها الأسرية فهي مش مستقرة خالص فهي كانت متجوزة من رجل الأعمال المصري علي السيد وجابت بنته بنتها الوحيدة أفا وقالت الكتير من الناس فاكرين إن اتجوزت بعد انفصالي عشان مش رادي أصرح بخبر انفصالي من رجل الأعمال علي السيد وأنا بعمل كده للحفاظ على الخصوصية بينه وبينه لأنه أبو بنتي وما ينفعش أتكلم عن أسرار علاقتي ببيتي والاحترام المتبادل بيننا هيفضل مستمر وقالت كمان بالنسبة لمسألة ارتباطي فأنا مش بفكر في الارتباط أو الجواز مرة تانية وما ظنش إني ممكن أقرر التجربة دي في المستقبل القريب خصوصا إني منفصلة من فترة طويلة بتقريبا سنتين ولحد دلوقتي ما دخلتش في أي علاقة حب من بعدها سندي راجع بكوة للأعمال الفنية الفترة اللي جاية وأثرتها للجدل بصورتها بالبرنوس في قودة النوم هي البداية لشغل كتير هتعملوه بس هل مصررة على إنها تعمل أدوار جريئة برضو ولا لا شاركونا برأيكم وقللنا إيه أكتر دور عجبكم لسندي وهل فعلا هي أجرأ ممثلة في الوسط الفني ولا لا ترجمة نانسي قنقر